اشتركوا في القناة ويعود الثلاثاء فما موقف السراي الثانية والربع بتوقيت بيروت اهلا بكم الى هذه النشرة التي تبث ايضا عبر اذاعة صوت المدى وتنشر لاحقا مع سائر اخبارنا عبر الموقع وعبر حساباتنا على تويتر فيسبوك انستغرام وتيك توك البداية من الخبر العاجل لوكالة تسنيم الايرانية التي اكدت ان ايران والسعودية اتفقتا على استئناف العلاقات الثنائية بين البلدين واعادة فتح السفرات وهذا سيتم في غضون شهرين بعد انقطاع العلاقات بينهما لسنوات وان وزيري خارجية ايران والسعودية سيلتقيان قريبا واعلنت المواقع الاخبارية ان امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني اجرى خلال الايام القليلة الماضية محادثات مهمة جدا في دولة اجنبية سيتم الاعلان عن نتائجها قريبا اكد رئيس حكومة تصريف العمل نجيب ميقاتي ان علاقات لبنان مع الكثير من الدول لسيما منها دول مجلس التعاون الخليجي تعرضت على مدى السنوات الماضية للاهتزاز بسبب اساءات بالغة الخطورة دفع ثمنها غاليا ولن نسمح بتكرارها وجدد تأكيد الالتزام بحماية امننا وامن الدول الشقيقة والصديقة ومنع اي اساءة توجه الى الاخوة الذين لم يتركوا لبنان يوما او تصدير الممنوعات اليهم والاساءة الى مجتمعاتهم وفي مقدمة هذه الدول المملكة العربية السعودية وكان رئيس الحكومة يتحدث خلال ترأسه طاولة مستديرة بشأن تفعيل امن سلسلة التوريد في لبنان من خلال برنامج الرقابة على الحاويات وفي اطار خطة الحكومة لمكافحة تهريب المخدرات والممنوعات عبر المرافق ميقاتي قال لقاؤنا هنا اليوم لمناقشة التقدم الذي تم احرازه حتى الان وللانتقال به الى المستوى التالي وفق رؤية واضح لدينا واهداف طموحة خلاصتها اتخاذ كل الاجراءات لجعل سلسلة التوريد التجارية الخاصة بنا اكثر امانا فمن خلال فحص الحاويات المصدرة والمستوردة والتأكد من سلامتها وخلوها من الممنوعات سيتمكن لبنان من استعادة حركة صادراته الكاملة لا سيما منها الفواكه والخضروات الى الاسواق العربية وبشكل خاص دول الخليج المصارف تعود الى الاضراب فما مصير سعر الصرف تقرير جريس مخايل اعلنت جمعية المصارف العودة الى الاضراب ابتداء من صباح يوم الثلاثاء المقبل ولفتت الى وجوب تصحيح الخلل في بعض القرارات القضائية التعسفية بحقها واقلت انه اذا امرأت فيه خطوة اولى بالاتجاه الصحيح من قبل حضرة المدعي العام التمييزي اعربت عن ايجابيتها الحذرة واملة في ان تتبعها خطوات اخرى بنفس الاتجاه تستعيد فيها القرارات القضائية ما عرف عنها سابقا من عدالة وكفاءة وحياد ومسواد بحسب ما جاء في البيان وفي هذا الاطار اكدت مصادر مصرفية بارزة للأو تيفي ان الاضراب لم يكن ردا على القرارات التي اتخذتها القادية غدعون بل على القرارات القضائية التعسفية التي اعتبرت ان تشيك ليس وسيلة ايفاء معتبرة ان هذا الامر مخالف للقواعد القانونية في لبنان لاسيما القرار الذي اتخذته رئيس الدائرة التنفيذ بيروت ضد فرانسا بانك واضعة الاختام على خزائن المصرف مع العلم ان كل الاحكام التي صدرت منذ ثلاث سنوات ولغاية تاريخه كانت تعتبر الشاك المسحوب على مصرف لبنان بالدولار الامريكي وسيلة ايفاء وقالت المصادر المصرفية اضافة الى ذلك ان الاحكام التي صدرت مؤخرا تتمحور حول قرار عن قد الامور المستعجلة في بيروت منذ اكثر من سنة قد بإلزام بانك ماد بدفع وديعة بقيمة 225 الف دولار نقدا وهو امر مخالف للقوانين اللبنانية لان لبنان لا يطبع عملة الدولار الامريكي وقد اكد رئيس دائرة تنفيذ بيروت القادي فايسل مكي بإلزام بانك ماد انفاذ القرار الصدر عن قادي الامور المستعجلة في بيروت الرئيسة كارلا شويح لدفع المبلغ عدا ونقدا فبذلك يكون التوازن قد اختل بين المصارف التي استوفت ديونها من الزبائن بموجب شكات مسحوبة على مصر في لبنان بالدولار الامريكي في حين ان القضاء اليوم لم يعد يعترف بالشكات المذكورة وانتقل الى الزام المصارف بالدفع بالدولار الامريكي النقدي وهو قرار غير قابل للتنفيذ بالمطلق لانه يخل بالتوازن بين المدعين وهذا هو الدافع الاساسي للاضراب في المرة السابقة وحاليا وردا على السؤال حول مصير المدعين الذين قاموا بعملية صيرفة لفتت المصادر الى ان تأجيل في صيرفة في هذا الوقت اكدت مصادر رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي للأوتي في انه كان هناك اضراب مستمر وبناء لمبادرة اخذها الرئيس ميقاتي على عاتقه فك هذا الاضراب اما وقد عادت المصارف الى الاضراب نتيجة قرارات قضائية فنقول ان هذا الامر مضرب الاقتصاد جدا جدا وسيؤثر سلبا على سعر الصرف بطريقة كبيرة حيث ستتفاقى من امور وختمت المصادر بالتأكيد ان ميقاتي سيقوم بمحاولات حثيثة لدعوة المصارف الى العودة عن قرارها اذا امكن سياسيا سليمان فرنجي مرشح ولكن باي برنامج تقرير نانسي صعب قبل ان يعلن رئيس تيار المرد سليمان فرنجي ترشحه لرئاسة الجمهورية اعلن ثنائي امل حزب الله دعم ترشيحه في خطوة تفسر بالشكل على انها سابقة تستكمل مسار ضرب الشراكة الذي تجل بتغطية جلسات غير ميثاقية وغير دستورية لحكومة ميقاتي المبتورة لم يترك شرف اعلان الترشيح لفرنجي لكن يبدو ان رجل كما داعماه يدرك المعاوقات التي يصطدم بها احتمال انتخابه شكلا وبرنامجا يسجل لفرنجي عدم تخطي الدستور في التمسك بنصاب الثلثين لانتخاب رئيس الجمهورية كونه يدرك ان تمثيله النيابي يقتصر على نائب يتيم هو نجله وان توسيع كتلته اصطناعيا بثلاثة نواب لا تسلحه بالمثاقية الكافية مسيحيا لتخطي فيتو التيار الوطني الحر والقوات يفترق فرنجي مع حزب الله في مقاطعة مجلس النواب معتبرا انها خطيئة مميتة وضد الدستور منع للتحول الى مجلس ملة تتفق فيه الاحزاب المسيحية على رئيس فلا يكون لزوم للانتخابات عندها موقف فرنجي جاء بعد ساعات على اعتبار السيد حسن نصر ظل ان المقاطع ومنع اكتمال نصاب الجلسة حق للجميع لكن الاخطر ان فرنجي واذا المح بهذه النقطة الى خطيئة مقاطعة جلسات مجلس النواب لضمان انتخاب الرئيس عون قبل سنوات كيف له اليوم ان يطلب من التيار الوطني الحر تأمين نصاب الثلثين ام انه يراهن على تراجع في موقف القوات لا يبدو ممكنا في ظل الرفض السعودي له اليوم جدي انا عمل رئيس بالنصد ادوحي انا اذا اجاني نزد ادوحي والمساقية تؤمن بالاكثرية التلتين بالحضور يعني هون موافقين هون موافقين نحن النتيج وقت تحضري بتقولي انا موافق عن النتيج واذا ما بدي كنت موافق بتعطي او بتعطي النصاب يجدد رئيس المرد ان موقفه السياسي على جبينه ولا يخجل به وان كانت الذاكرة القريبة تعود الى العام 2015 يوم وضع الرجل موقفه هذا جانبا ليبدأ مفاوضاته في باريس مع الرئيس سعد الحريري الذي اعلن ترشيحه فرنجي في 29 تشرينا الثاني 2015 من دون ابلاغ حليفه وعند الغوص اكثر في طروحات فرنجي اي برنامج يطرحه من مواقفه الوطنية الى مقترحاته الاصلاحية والانقاذية عن اي علاقات مع الخارج وخصوصا مع الدول العربية اذا كانت السعودية مثلا على لسان صحفها طربت اسم فرنجي باحراق لبنان ما هي خطته لاعادة النازحين السوريين وهل يملك تصورا لقانون انتخابات يؤمن المناصفة الفعلية وهو كان سبق ودعا الى اعادة النظر بالقانون النسبي بعد نتيجة انتخابات 2022 يعترف فرنجي ان فتح حوار مع حزب الله هو امر ضروري لطمأنة جميع اللبنانيين فهل يملك جوابا عن رفض طروحات الرئيس عون للحوار ما هو برنامجه لبناء الدولة وهل اقتنع بضرورة تنقية الادارة العامة وثقا لمعايير الحاجة والكفاءة ام انه لا يزال عند قناعته السابقة بما لا يترك مكانا لدولة القانون ما هو موقفه من حاكم مصر في لبنان الملاحة محليا واوروبيا ام ان فرنجي يفضل ابقاء سليمي على اي شخصية اخرى على غرار ما قاله في نيسان 2020 اي في عز الازمة المالية ومع بداية الانهيار عندما طرح تغيير رياض سليمي حيث اعلن يومها رفض التصويت للوزير منصور ابطيش باعتباره لا يحظى باجماع وطني ابعد في النظام بعد ما هو رأي فرنجي باللا مركزية الادارية والمالية الموسعة المرفوضة حتى اليوم من رعيه الاول الرئيس نبيه بري وهل يعتبر كلامه من بكركي بداية العام 2023 التزاما قصما هل يشكل فرنجي رافعة للقضاء في حال انتخابه في ملاحقته ملفات الفساد ام انه سيلاحق من تجرأ من القضاء على فتح ملفات سرقة العصر على ما قال نجله في مقابلة له في تشرين الثاني 2020 انه عندما يولد لبنان الجديد لن تكون غادعون ولا امثالها وعلى المستوى الاستراتيجي كيف سيترأس فرنجي يوما الصندوق السيادي للنفط والغاز وهو لم يعترف بخطائه المقصود او غير المقصود احلى شي صار لنا بالتاريخ احلى شي صار لنا بالتاريخ هو انه وصلوا على السلطة تكشفتهم الناس تكشفت من هول الناس اليوم عم بيخبروكن بلوك خمسة وبلوك سبعة وبلوك ثماني وبلوك تسعة هاي كذبة جديدة عم بيغطوها بهذا الملف خليني خبروكن انه ما تلع غاز خليني خبروكن انه اذا بدنا ترجع تحفر بالبلوك رأم تسعة هو بالالفين وواحد وعشرين ومش راجعة عم بتفكر رديا تدفع البند الجزائي يلي لايه وتفل انه ما في غاز هولي اللي بيخبروهن للناس هلا عم بيخبروكن انه قصة في غاز لا جبوا بلد نفطي شكرا بيسيل لا حبيب البنان انه بلد نفطي وما في غاز وما في نفط وما في شي عم يكذبوا عليكم وانا بتحمل مسؤولية قدام الرأي العام فما هو برنامج سليمان فرنجي اذا ام ان الركون الى تصريحات نجله كافية اول شي من صدره احنا خدماته سياحة وبشخ ما ندحك على حالنا ايه ما نجي نقول نصدر خياره بندورة ما حنصدر خياره بندورة كل مهندس من صدره بيبعث لأهله قد موسم البندورة السيدة اذا بقي هون ويشتغل هون مش احسن نحن ما خاصنا نحن بلاك شوف اللي بستلمين القرار بالبلدة وبانتظار ما يجيب على كل علامات الاستفهام يقول متابعون ان طرح الاسماء وكسب الاصوات وكلام التهديد بفراغ طويل ليس سوى شماعة فشل مستمر بملء الشغور فالجميع يدرك ان المرحلة ليست مرحلة رئاسة ورؤساء بل مرحلة ترقب وانتظار لما بعد 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 رياض سلمة في ترابلوس استداء عدد كبير من نقابات للقاء موسع تبحثوا خلاله في الوضع الخطير الذي ينزلق اليه البلد على كافة المستويات الاقتصادية والمعيشية والصحية النقابيون دعوا المسؤولين الى تضافر الجهود لان الوضع الصحي بات يهدد شريحة واسعة من المواطنين خصوصا بعد انتشار ظاهرة اللحم الفاسدة والتي باتت تعرض في كافة الملاحم وفي الطرقات وهو ما يهدد الوضع الصحي نجدت مطالباتنا للدوائر الصحية المختصة في البلديات بمؤذرة الاجهزة الامنية والاستعانة بأطباء بيتاريين للموافقة على اللحم ودمغها وبيان مصدرها شاكري لاجهزة الامنية ومؤذرتها كما نطلب من بلديات الفيحة أن تخصص مكتبها مختصة للجان الصحية والبيتارية المتابعة والمراقبة ومعينة اللحم صباحا قبل ارسالها للملاحم والمتاجر والمولات والسفا الماركت المجلس النيابي أن يغير مساره وطبيقته لأن مجلس النواب يورسل كل الطبقة السياسية الموجودة والتغييريين لم يفلحوا في تحقيق ما يريده التغييريون في الكواعد الشعبية في لبنان نطلب من جميع القوى السياسية أن تجلس على طاولة وتتطفق فيما بينها لبنان لا يقوم إلا بالتوافق بين جميع ضمائركم وانقوزوا هذا الشعب وفي اليوم العالمي لمرضى الكلة نظمت جمعية نحن الدواء يوم أمس في ساحة الشهداء تحركا للمطالبة بتأمين الأدوية المزمنة المقطوعة وجلسات غسيل الكلة للمرضى وزارعي الأعضاء يريد الكلة ما بيقدر ينطر نهار ونهارين إذا ما غسل بيموت بنفس الليلة بيموت حسب وضعه أكيد فصرختنا عالي كتير مين بده يسمعنا ما بعرف مين بدنا نلوم ما بعرف أنا اليوم برامة كل مستشفيات لبنان للاقي حبة دواء لأمي ما كنت لقي والمسخرة أكتر من هاك بيقلك نزال على الضمان الاجتماعي حبيبي أنت وين عايش دولارك صار 85 ألف إذا بد أنزل على الضمان الاجتماعي بحطهم بنزين ويمكن ما أوصل أصلا على الضمان الاجتماعي ما عم بفهم الدولة اللي عبادة نايمة واللي عم بتبيعنا حصص حصص وعم تسترزع فينا هلا الناس بعدها عم تنزل عم تحكي باحترام وبتواضع بس وقت بننزل ومنسكر طرقات ومنتظهر ما بقى أحدا ينومنا ومن نجيب مئاتي ونزول ما بقى أحدا يقول أنه هاو زعران لنحنا مش زعران نحنا أهلين عم بتموت وأطفالنا عم بتموت وأنتوا عادين عم تتفرجوا مريض بهالبلد هذا بالتاك الحق هو أمر الله هو مريض بدلا ما يساعد وبدلا ما يأخذ أشياء منيحة يعني يعني يوقفوا جنبه يشوفوا شو بده شو طلباته لا بيجوا بي يزودوا عليه بقولوا بلا بدك تدفع وبدك تدفع مصاري وبدك تدفع حق أدوية والأدوية مثل ما بتعرف بالسادريات اليوم شي موجود شي مش موجود شي مقطوع شي حقه بالملايين شي خيالي أنا قاعد بلا شغل مرتب تشتغل بتجيب شوية مصاري المتفع دوها 7-8 مليون بالشهر عم نقبضون 600 ألف ليرة بالشهر عبارة أنه اليوم أنا رح تلات مرة تضمون كل مشهور كلف لم 200 ألف ليرة سيرفيس وقبض 600 ألف ليرة من أصل 7 مليون ابني عمره 33 سنة صل له 10 سنين زارع ما كان عندنا هالمشكلة بس هلأ صلنا سنة ونص عم نتعذب يعني بيعطونا الدواء بالقطارة أو ما بيكون موجود يعني نصل لآخر نفس السبه ما عنده دواء مرضى غسيل الكلة المستشفية ما بقى عم تستقبل عالم جديد لازم تغسيل عم بتقلهم ما في محلات لازم تعملوا جلسات تدفعوا 60 أو 70 دولار ع كل جلسة هلأ أنا بدي بس طالب كل إنسان عم يسمعنا كل جمعية كل منظمة كل مسؤول كل حدا قادر يدعمنا بأي شي نحن هون عم نموت مرضى الكلة عم تموت والآن إلى أسرار اليوم سألت أوصات سياسية عن مصير التديق الجنائي وداعت الجميع إلى مراجعة مواقفهم على هذا الأساس من الرئيس لعماد بيشيل عون الذي ظل يطالب فيه شبه وحيد لم يصدر عن السفارة السعودية بلبنان أي توضيح أو نفي لما نشر بإحدى الصحف عن أن السفير وليد البخاري أبلغ بكركي رفض الرياض ترشيح سلمان فرنجي تتكشف يوما بعد يوم تناقضات غالبية المحللين السياسيين الذين يطلون عبر مختلف الشاشات إما تنفيذا لأجندة معينة أو للإدلاء بمعطيات سرعا ما تظهر على حقيقتها فاصل إعلاني ونتابع بعده النشرة أهلا بكم من جديد افتتحت السفيرة الإيطالية في لبنان نيكوليتا بومباردياري وبمناسبة يوم التصميم الإيطالي في العالم معرضا للصور الفوتوغرافية يضم أيقونات التصميم الإيطالي في جمعية ري بيرث بيروت في الجميزي شارك فيه مدير وكالة التجارة الإيطالية في بيروت كلاوديو باسكوالوتشي ورئيس جمعية ري بيرث بيروت جابي فرنيني والمهندس المعمري الإيطالي باولو تازاني وحشد كبير من وسائل الإعلام والمدعوين ويتضمن المعرض مجموعة مختارة من التحف ومتممات الأثاث التي تجسد التصميم الإيطالي إضافة إلى عروض تفاعلية أعدت بفضل الذكاء الاصطناعي ومعرضا للتصوير الفوتوغرافي المزيد من الأخبار ولكن بعد الفاصل أهلا بكم من جديد في الأخبار الإقليمية والدولية قتل فلسطيني برصاص مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي ووزارة الصحة الفلسطينية وذلك غدت يوم جديد في دوامة العنف المتواصلة منذ فترة شهد مقتل أربعة فلسطينيين أحدهم منفذ هجوم مسلح في تل أبيب أسفر عن ثلاثة جرحة وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان في وقت سابق من صباح اليوم وصل مسلح فلسطيني يحمل سكاكين وعبوات ناسفة إلى محيط مستوطنة قريبة من مدينة قلقيلة بشمال الضفة الغربية وأكد الجيش أن قواته قامت بتفتيش المنطقة ولم يتم العثور على مشتبه بهم إضافيين في الموقع استقبل الرئيس الفرنسي مانويل مكرون في قصر الإليزي رئيس وزراء بريطانيا لعقد لقاء قمة يتركز بشكل رئيسي على إعادة إطلاق العلاقات بين البلدين وتأتي هذه الزيارة للعاصمة الفرنسية باريس لافتتاح فصل جديد في العلاقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وفق وصف الرئاسة الفرنسية لها في بيان ومن المنتظر أن تبحث القمة الفرنسية البريطانية التعاون في العديد من المجالات والشباب والسياسة الخارجية أعيد اليوم انتخاب تشي جين بينغ بلا أي مفاجآت رئيسا للصين لولاية ثالثة غير مسبوقة مدتها خمس سنوات إثر تصويت النواب بالإجماع لصالح الزعيم البالغ التاسعة والستين وكان قد حصل في تشرين الأول على تمديد لمدة خمس سنوات على رأس الحزب الشيوعي الصيني واللجنة العسكرية وهما المنصبين الأهم في سلم السلطات في البلاد وبهذا نصل إلى ختم نشرتنا للمزيد تابعونا عبر الموقع otv.com.lv وعبر مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، تويتر، فيسبوك، انستغرام وتيك توك شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء